من الشعب وإليه هنا صوتهم الذي يريدون منذ انتفاضة شارع أراد الوطن ما زال الانتظار في الحسبان لذا فإن الأيام تمر مسريعة قبل إجراء الاستحقاق الدستوري وهو استحقاق يضع الحكومة وقادة السياسة تحت مجهر المراقبة تطلعة شعبية تؤكد الرئاسات الثلاث ضرورة استجابة العملية الانتخابية لما هو متأمل منها ثمت ما يجب قراءته قبل إجراء الانتخابات عن موعدها الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فمسألة إجرائها عبر بطاقات بايومترية والإشراف الأممي عليها والذي جاء في التفاصيل أن مجلس الأمن الدولي يدرس قرار المراقبات الدولية ما يعكس اهتمام الدول بضمانة الوصول للاستقرار سياسي حقيقي يقرأ بمعايير تأخير تحقيق الشروط الموجبة لتنفيذها وما يعيق حراكها الديمقراطية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن بلوغ 424 حزبا سجلوا وفق وثائق رسمية للمشاركة في الانتخابات سباق شديد المنافسة وساخن في أحداثه المتسارعة كل هذا يجب قراءته بحظر شديد فالعملية ليست بالسهل في مطبخ القرار العراقي وعند خبراء الصنعة السياسية تسلسل للأحداث المتلكئة بمشاريعها سبق ونعتاد العراقي عليها أما الحرك الشعبي هو العامل الأساس فيما ينظر إليه تحت مجهر المراقبة بتساول يحث العالم أجمع على الفضول أن ما يطبخ إليه الشباب من تغيير نهج السياسات السابقة بوجوه تأتي من نشطاء التظاهرات أم أنها وجوه تتغير ويبقى نهج ذاته تساؤلات يطرحها العراقي قبيل فوات الأوان كمطلب شعبي ينهي في العراقي مسلسل الأزمات تساؤلات يشعبي يوقف المترجم للقناة